برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين لرئيسة مجلس النواب عقيدت جلسة المجلس التاسعة عشر من دور الإنعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس وفي مستهل الجلسة عرض المجلس الردود الوزارية على عدد من الأسئلة النيابية بعدها ناقش المجلس تقارير اللجان البرلمانية بخصوص المراسيم بقانون من بينها تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2021 بتعدين بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002 وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى الموقر ثم ناقش المجلس تقارير اللجان البرلمانية بخصوص المشاريع بقانون منها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة المرافق للمرسوم رقم 49 لسنة 2021 ومشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون بصيغته المعدلة من مجلس النواب بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعة وإحالته إلى مجلس الشورى ترجمة نانسي قنقر